موسيقى 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 بكرامة كما تعودنا في مجتمعنا الفلسطيني الأصيل كيف يتم الإعلان عن هذه الحملة لمدينة بيت لحم كمحافظة تم الإعلان عن هذه الحملة بشكل رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض المحطات التلفز المحلية بالإضافة إلى بعض المنشورات التي تم توزيعها على بعض المحال في مدينة بيت جالا وكما تعلمون مواقع التواصل الاجتماعي هي أفضل وسيلة للوصول إلى مختلف الأسر في مجتمعنا الفلسطيني ومن هذا المنطلق نحن نعمل كيف ستم التعامل مع هذه الكمية طبعا بعد ما نصل إلى موعد انتهاء هذه الحملة بـ 15 أربعة كما أسلفنا سوف نقوم بتصنيف هذه الملابس وفق الاحتياج الخاص بكل أسرة حسب عدد أفراد الأسرة أعمارهم الجنس ذكور أمئناث وفئات عمرية مختلفة وطبعا أحجام كما تعلمون وبعد ذلك سيتم غسلها من خلال بعض المحلات التي تعمل في دراي كلين وتنظيفها وكيها وتوزيعها كما يجب حسب الأصول كلمة أخيرة من حضرتك إلى الكاميرا التي ترونها من خلال الموقع الجمعية أنتهز هذه الفرصة لوحي جمعية الكشاف والمرشدات الفلسطينية وتنمية المجتمع خدمة وتنمية المجتمع في الجمعية من أجل التواصل مع المجموعات خدمة لهذه الأغراض الكشفية التي تعمل على تنمية المجتمع وإيصاله إلى أعلى المستويات ونحن نعتز بأن نكون في هذا المجتمع الفلسطيني ونفتخر ونقول دائما ارفعوا رؤوسكم عاليا فأنتم فلسطينيون ارفعوا رؤوسكم عاليا فأنتم فلسطينيون كشفيون أصيلون إذن نشكر القائد البرتحاني قائد المجموعة البابوية البيتجالية في مدينة بيجالة وأيضا نشكركم جميع إخواتنا الكشفيين اللي بيحضروا هالتقرير أكيد نحن لسا المجال مفتوح معاكم لـ 15 أربعة اللي بحيب يتبرع بملبسات قديمة عنده مش بحاجة لإلها أكيد عالين المجموعة مفتوح أبوابه لـ 15 أربعة منشكركم كتير من الساعة خمسة للساعة ثمانية مساء أكيد ومنشكر القائد محمد عبدالوهاب من وراء الكاميرا وأنا كنت معاكم القائد مارلين في عرين المجموعة البابوية البيتجالية